السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أي شيء خلقت الملائكة نعرف بعد من صل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم المادة التي خلق منها الملائكة هي النور ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا إيه هي نوعية النور التي خلق منها الملائكة فلا داعي لأن نتعنت في محاولة الوصول إلى معرفة إيه نوع النور التي خلقت منه الملائكة؟ لأن هذا من الغيب الذي أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به دون أن نتكلف معرفة تفاصيل ذلك الغيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة خلقت من النور أي نوع من النور إحنا مش هنستفيد حاجة من معرفة هذا المؤمن إحنا عرفنا أنهم خلقوا من النور وهذا من الغيب الذي أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به دون أن نتكلف الدخول من أجل معرفة تفاصيل ذلك النور أسأل الله عز وجل أن يجعل حياتكم كلها نورا وأن يزيدكم من أنواره يوم القيامة وعلى الصراط وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة